أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوماً ما أنذر أبعه فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أغلالان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهَمْ سَدَّانِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّانِ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ يُبْصِرُونَ وسَوَاءٌ عليها أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تذر من اتبعت ذكرى وخشي الرحمن بالغيف فبشره بمغفرتين وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين فقالوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُونَ مَثْلُنَا مَثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مَنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُومَنَّكُمْ لَنَرْجُومَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا 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 قَالَ قَالَ تَطَيْئَمُ إِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وهم مهكدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آليتان إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنتوا بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما كنا منزلين فإذا هم خامدون يا حسرة على الغيبات ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إن كل لما جميعون لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمري وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليلون أسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر والقمر قدرناه منازل حتى عاداك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلون في فلكين يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيتين من آيات ربهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحتان واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخا في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعون لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغلين فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاذ اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلاوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينه فاستمقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيين ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكرون وقرآن مبين لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن لنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعمين فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها لهم ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون يشكرون واتخذوا من دون الله آلهتين لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جندون محضرون فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم أولم يرى الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا مبين ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها ولا مراه وهو وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والآن بقادر على أن يخلق مثله بلا وهو الخلاق العليم إن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اشتركوا في القناة